كم مرة لمست فيها جوالك اليوم؟ خمسين، مئة أو أكثر؟ هل تعلم أن هذه اللمسة هي في الحقيقة محادثة كهربائية سرية بين إصبعك وجوالك؟ في حلقة اليوم سنخترق سطح الزجاج لنعرف كيف يترجم جوالك لمستك على شاشته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إذا عدنا بالزمن إلى ما قبل العصر الرقمي الحديث كانت واجهة المستخدم الأساسية للأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها من خلال أزرار لوحة المفاتيح وعند الضغط على أي زر يقوم بإغلاق دائرة كهربائية ليقوم بوظيفة محددة لكن في منتصف الستينات من القرن الماضي فكر مهندس بريطاني يدعى A.E. Johnson في فكرة ثورية ماذا لو أمكننا التفاعل مع الشاشات مباشرة بدلا من لوحة النفتيح؟ وفي عام 1965 ابتكر جونسون أول شاشة تعمل بالضغط الميكانيكي عليها بإصبع اليد كانت هذه الشاشة قادرة على معالج الضغطة واحدة في كل مرة وكانت فكرتها بسيطة جدا مقارنة بتقنيات اليوم وعلى الرغم من بساطتها إلا أن فكرته كانت رائدة وهي لا زالت تستخدم الآن في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة حجز تذاكر الانتظار على سبيل المثال وهي شاشات تتكون من طبقتين إحداثما بلاستيكية والأخرى ذزاجية وكلتاثما مغطا بمادة مغسلة وعندما تضغط بإصبعك على الشاشة تتلامس الطبقتان عند نقطة اللمس مما يؤدي إلى إغلاق دائرة كهربائية ويقوم المعالج بتحديد الموقع الدقيق للضغط من خلال التغير في المقاومة الكهربائية إلا أن هذه التقنية لا تسمح إلا بمرور 75% من الضوء مما يجعل الشاشة أقل وضوحا وهي أيضا لا يمكنها أن تدعم اللمس المتعدد جاءت نقطة التحول الفاصلة في تاريخ شاشات اللمس عام 2007 مع إطلاب جهاز الآيفون هذا الجهاز الذي جلب تقنية اللمس إلى الاستخدام اليومي لملايين من الأشخاص ودعونا نوضح سر هذه الشاشة التي تشاهد هذه الحلقة من خلالها تعمل شاشة اللمس في أجهزة الجوالات الزكية بمختلف أنواعها بتقنية تعتمد على مفهوم السعة الكهربائية ولهذا تعرف هذه الشاشات بشاشات اللمس السعوية وبالإنجليزية capacitive touch screen وهذه الشاشات تعمل لأن جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء ولفهم فكرة الشاشة وكيف تستجيب لللمس دعونا نوضح أولا مفهوم السعة الكهربائية السعة الكهربائية هي قدرة الجسم على تخزين شحنة كهربائية والأداة الإلكترونية المصنمة لتخزين الشحنة الكهربائية تعرف بالمكثف كباسيتور بالإنجليزية وهو يتكون من لوحين موصلين يفصل بينهما مادة عازلة للكهرباء وعندما يتم تطبيق جهد كهربائية على اللوحين تتراكم شحنات موجبة على أحد اللوحين وسالبة على اللوح الآخر مما يولد مجالا كهربائيا بينهما وشاشة اللمس السعوية تعمل كمكثف كبير ودعونا نوضح هذا الأمر من خلال التعرف على تركيب شاشة اللمس لأنها في الحقيقة تحفة فنية إلكترونية تتكون الشاشة السعوية من عدة طبقات الرئيسية لكل منها قصائص ووظيفة محددة ولنبدأ بالطبقة الخارجية وهي الطبقة التي نتفاعل معها مباشرة تصنع من زجاج مقوى كيميائيا ليصبح مقاوما للخدوش والصدمات تتم عملية التقوية عبر عملية تعرف باسم التبادل الأيوني حيث يتم غمر الزجاج في وعاء من الملح المنصهر عند درجة حرارة عالية تصل إلى 400 درجة مئوية فتتبادل أيونات السوديوم الأزغر حجما في الزجاج مع أيونات البوتاسيوم الأكبر حجما في الوعاء الملحي مما يسبب ضغطا شديدا على سطح الزجاج ويزيد من قوته عن طريق تفليل الفراغات بين الأيونات وتتراوح سمك هذه الطبقة الزجاجية من نصف مليمتر إلى مليمتر حسب حجم الشاشة والاسم التجاري لهذا الزجاج هو غوريلا جلاس أما الطبقة السفلية من الشاشة عبارة عن شاشة تستخدم تقنية الأوليد التي تنتج صورا عالية الجودة والمصطلح أوليد هو اختصار للصمام الثنائي الباعة للضوب Organic Light Emitting Diode وتحتوي هذه الشاشة على ما يقارب 3.3 مليون بيكسل وكل بيكسل يحتوي على ثلاثة مصابيح أوليد أحمر وأخضر وأزرق أي أن الشاشة تحتوي على 10 ملايين عنصر ضوئي يتم التحكم في شدة إضاءة كل واحد منها للحصول على الألوان المختلفة خذ لحظة وفكر في المستوى الهندس الدقيق للتحكم في هذه الإضاءات وتصنيع هذا العدد من الأضواء وسوف نخصص حلقة نشرع فيها تقنية الأوليد بالتفصيل أما الآن سوف ننتقل إلى الطبقات المسؤولة عن استشعار اللمس بين شاشة الأوليد والزجاج المقوة توجد ثلاث طبقات أخرى الطبقة العلوية عبارة عن طبقة تحتوي على شبكة من الخطوط الرفيعة من معدن موصل وهذا المعدن الموصل هو أكسيد قصدير الإنديوم والذي يعرف بالمصطلح ITO إنديوم تين أوكسايد وسمكها في حوالي 30 نانومتر فقط وقد أظهرتها ملونة ولكن هي في الحقيقة خطوط شفافة وأسفل هذه الطبقة توجد طبقة العازلة هذه الطبقة العازلة تفصل الخطوط الموصلة في الأعلى عن طبقة أخرى تحتوي أيضا على خطوط رفيعة من المعدن الموصل ITO أكسيد قصدير الإنديوم ولكنها في اتجاه عمودي على خطوط الطبقة الأعلى ودعونا الآن نلقي نظرة عن كثب على بنية الطبقة العلوية والطبقة السفلية كل صف من صفوف الطبقة العلوية متصل بلوح معدني من مادة أكسيد قصدير الإنديوم وبالمثل كل صف من صفوف الطبقة السفلية متصل بلوح معدني من أكسيد قصدير الإنديوم يمر تيار كهربائي من بطارية الجوال في خطوط الطبقة العلوية فتشحن الصفائح بشحنة موجبة في الحين أن الصفائح المعدنية في الطبقة السفلية تشحن بشحنة سالبة وعندما تثبت هاتان الطبقتان فوق بعضهم البعض تشكلان نمطا يشبه الشبكة وتصنع الصفائح المعدنية المتقابلة مكثفات صغيرة نظرا لوجود شحنة موجبة في الطبقة العلوية وشحنة سالبة في الطبقة السفلية وتفصل بينهما طبقة عازلة وتعمل بطارية الجوال على ضمان ثبات قيمة الشحن على هذه المكثفات ويقدر عدد هذه المكثفات بحوالي 1500 مكثف صغير على شاشة اللمس الخاصة بجوالك دعنا الآن نختار رؤيا من هذه المكثفات وننظر إليها عن كثب وهنا لدينا اللوحة الموجبة في الأعلى واللوحة السالبة في الأسفل ونظرا لوجود شحنة على كلا اللوحين توجد خطوط مجال كهربي تتجه من اللوحة الموجبة إلى اللوحة السالبة وكما ذكرنا قبل قليل تحافظ بطارية الجوال على شحنة ثابتة على كلا اللوحين ويتم الحفاظ على المجال الكهربي ثابتا أيضا والآن يأتي الجزء المهم في حلقتنا إذا اقترب جسم الموصل من أحد هذه المكثفات وليكن أصبعك والأصبع موصل لأن جسم الإنسان يتكون من 60% من الماء والماء الموجود في أجسامنا محمل بالأيونات وهي شحنات لها القدرة على تغيير المجال الكهربي الموجود بين المكثفات إذن عند لمس الشاشة بالإصبع فإنه سيؤثر على خطوط مجال الكهربي ويسحبها نحوه مما يجعل قيمة المجال الكهربائي تنخفض وهذا المجال يساوي الجهد الكهربائي على اللوحي المكثف مقسوم على المسافة بين اللوحين ولذلك إذا انخفض المجال الكهربي سينخفض الجهد أيضا هذا الانخفاض في الجهد يتم رصده بواسطة المستشعر الذي يحدد بدقة مكان اللمس بسرعة قبل أن تعيد البطارية شحن المكثف وحين تحرك أصبعك على الشاشة أثناء تصفح الفيسبوك على سبيل المثال فإن المستشعرات ترصد وتحدد اتجاه حركة أصبعك من خلال التغير في المجال الكهربي ويمكن للمستشعرات التعامل بنفس الطريقة مع اللمس المتعدد الذي يمكنك من تكبير الشاشة أو تصريرها هذه هي الفكرة الرئيسية التي تعمل بها شاشات اللمس لكن انتظر فهناك مشكلة ولكن تم حلها فالشاشات اليوم لم تعد تستخدم النمط الشبك المربع الموضح أمامنا على الشاشة لأن له بعض العيوب والتي تكمن في وجود طبقتين من الصفائح متقابلة وهذا يحيب جزءا من الضوء الصادر من شاشة الأوليد في الطبقة السفلية علاوة على أن المجال الكهربي الذي يستجيب للمسة الأصبع وهو المجال المتوفر بين المكثفات ليس قويا بالمقارنة مع المجال الكهربي داخل كل مكثف لذلك عندما تقرب إصبعك من المكثف لا يوجد اضطراب كافي للمجال الكهربي ولا يوجد انخفاض كافي في الجهد الكهربي لكي يكتشفه المستشار وتم حل هاتين المشكلتين معا من خلال تصميم جديد ومنتكر وهو إعادة ترتيب ألواح مكثفات الطبقة العلوية والطبقة السفلية وجعلها تشكل نمطا ماسيا وإزاحتها قليلا لتصبح طبقة الألواح العلوية في محازات الفراغات بين ألواح الطبقة السفلية إذن الضوء الصادم من شاشة الأوليد سوف يقابل طبقة واحدة من الألواح الموصلة وليس طبقتين كما كان في السابق وهذا يعزل شدة الإضاءة بالوضوح وأيضا أصبحت خطوط المجال الكهربي ليست موضوعية أو مركزة في مساحة معينة بل أصبحت أكثر انتشارا وتغطي كامل مساحة الشاشة بحيث عندما تقرب إصبعك من اللوحات تحصل على تشويه مناسب للمجال الكهربي والذي يتم رصده بوسط المستشعر ويتم تسجيل الموقع بوسط المعالج هل تعتقد أن التطور توقف عند هذا الحد؟ انتظر حتى ترى التطور الجديد الذي تعمل عليه شركة ديزني للأبحاث لشاشات لمس جديدة تعرف باسم تيسلا تاتش تهدف إلى جعل شاشة اللمس متفاعلة مع المستخدم لتعطي إحساسا بالاحتكاك بين الشاشة والإصبع وهذا سوف يزود المستخدم بالإحساس بملمس نسيجي أو الشعور بمقاومة أكبر عند سحب ملف كبير بالمقارنة مع سحب ملف صبير على الشاشة في اعتقادي هذا سوف يعطي شعورا رائعا لهذا النوع من الشاشات والآن لابد أنك تعرف السبب لماذا لا تستجيب الشاشة لإصبعك عندما ترتدي قفازات ولماذا تشتغل التطبيقات بشكل عشوائي إذا سقطت قطرات ماء عليهم اكتبوا لنا في التعليقات وفي النهاية نستنتج من هذه الحلقة عزائي المشاهدين أن الفيزياء ليست مجرد قوانين منظريات مجردة بل هي أساس كل ما نستخدمه ونعتبره من المسلمات في حياتنا وتذكر في كل مرة تستخدم فيها جوالك إنك تتعامل مع تطبيق مباشر لقوانين الفيزياء إن أعجبتكم الحلقة فلا تنسوا الضغط على علامة الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وحتى موعدنا مع الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته